وفي تريكة جميلة جدا بالعلم نقدر نوفر من تربية الفراخ جزء ولو 30% من عملية التدفئة يعني انت لو هتصرف 3000 جنيه في عملية التدفئة ممكن تصرف 2000 فقط اذا استعملت الفكرة دي او حطتها في الحسبان علشان توفر خصوصا اول 10 ايام في دورة تربية الفراخ تعالوا ندخل على طول في الموضوع علشان ما نضيعش وقت حضراتكم ولكن كالعادة ما تنساش ان اشتراكك يشرفنا ويلا بينا حالا نبدأ على بركة الله اهلا وسهلا بحضراتك لان الفراخ اللي ما بتبدفاش كويس اول اسبوع لن تحصل على كفايتها من الحرارة وبتضطر ان هي تاخد الحرارة المطلوبة من العلف وبكده يا شباب بيخرج جزء كبير من العلف بدل ما يخش في عملية النمو تكوين العضلات بيدخل في عملية الريش او تكوين الريش علشان الفراخ بتحاول انها تدفي نفسها لكن احنا علشان نتفايد الموضوع ده بنقول التدفئة لازم تكون او الحرارة لازم تكون اول تلات ايام تلاتة وتلاتين بعد كده يومين اتنين وتلاتين بعد كده يوم واحد وتلاتين يعني الاسبوع الاول بنقفل على واحد وتلاتين او بنوصل لواحد وتلاتين درجة التركة هنا او عنوان حلقتنا انت ممكن تبدأ التحضين على تلاتين لكن بشرط ان الرطوبة تزيد معاك لسبعين في المية على الاقل يعني احنا كنا دايما بنتكلم ان الحرارة تلاتة وتلاتين اول تلاتة ايام والبرنامج اللي احنا حفظينه اعتمادا على قارة ان الرطوبة في حدود من اربعين لخمسين في المية لكن لو زودت حضرتك الرطوبة لسبعين في المية ده معناه ان احساس الطائر بالحرارة لو هي تلاتين بيساوي التلاتة وتلاتين لو هي خمسين يعني لو الحرارة تلاتة وتلاتين والرطوبة خمسين هي هي لو الحرارة تلاتين والرطوبة سبعين احنا في فصل الشتاء التلات درجات دول اوعى تستقل بيهم لان اصعب تلات درجات في عملية التدفئة هم اخر تلات درجات يعني انت ممكن توصل لخمسة وعشرين بسهولة الصعوبة بانك توصل بقى من خمسة وعشرين لتلاتين والاصعب قوي انك تعدي بقى تلاتين وتوصل لتلاتة وتلاتين يعني التكلفة في الآخر بتكون التلات درجات دول قدى 10-15 درجة من العاديين فممكن يكونوا في حدود 30% من التكلفة مع أنهم تلات درجات بس ليه؟ لأن انت خلاص حرارة الجو الخارجي بتكون مثلاً 5 أو 10 أو 15 فعلشان يعني أنتوا فاهميني طبعاً أنك توصل لـ 25 سهلة ها 30 ماشي لكن من بعد 30 بتجد صعوبة كبيرة جداً نرجع لموضوعنا تاني إزاي نزود الرطوبة لـ 70% بطريقة صحيحة علشان نوفر التلات درجات دول اللي بيحصل حضرتك أن العنبر بيكون تقريباً مثلاً يعني في أنا هرسملك بشكل يعني بسيط كده العنبر بيكون تقريباً بالشكل ده تمام أنت بتحضن مثلاً في الجزء للاحية الشفطات مثلاً على سبيل المثال بتحضن في الجزء ده تقريباً نص العنبر بتبدأ أنك تحضن عليه 40-50% من العنبر أنت بتحضن عليه فلو قلنا أن هنا الكتاكيد في المنطقة دي كده فاللي بيحصل حضرتك أن أنت لما بتفرش النشارة ما تفرش العنبر كله لا افرش نص العنبر أوكي وتعالى أو تلت تربع العنبر وتعالى هنا في آخر تلت من العنبر في المنطقة دي كده وما تفرش النشارة ودايماً على طول بخرطوم مياه مصدر هنا مثلاً خرطوم مياه وتبدأ ترش على طول مياه في المنطقة دي بشكل مستمر 24 ساعة في خلال أول 10-15 يوم من عمر إيه الضورة بكده يا شباب إحنا بنزود الرطوبة في حدود 20-30 في اللقاء يعني لو هي 40-50% في الجو الخارجي بتوصل معك لـ 70% بمنتهى البساطة زي ما أنت محتاج وأنا دلوقتي لما زودت الرطوبة أو المياه في المنطقة دي مش محتاج هنا 33 ممكن أنزل لـ 30 طيب أقسها إزاي إحنا اتفقنا قبل كده إياس رطوبة أو حرارة العنبر أو راحة الكاتكوت بعنيك هي أهم نقطة كتاكيد لو لم على بعضها بنكون متأكدين أن في مشكلة في الحرارة فأنا لو الكتاكيد مازالت بتلم حوالين بعضها يبقى أنا عندي كده مشكلة مفيش منع أن أنا أزود الحرارة درجة أو درجتين لازم أوصل لمرحلة إن الكاتكوت يفرد معي ممكن كمان لو أنا مدفتش العنبر قبل وصول الكتاكيد بـ 24 ساعة أو على الأقل يا أخي 12 ساعة ده بيؤدي إن النشارة تحت الكاتكوت بتكون حرارتها ممكن مثلا 25 وإنت محتاج على الأقل 30 فممكن تكون الحرارة تحت رجل الكاتكوت على النشارة 25 والترمومتر فوق رأس الكاتكوت شايفها أو حاسسها 30 يبقى أنت هنا لازم تاخد بالك أنك تدفي العنبر قبل وصول الكتاكيد بـ 12 ساعة على الأقل علشان العنبر كله يشرب حرارة الجو يبقى 30 كله زي بعرف يعني يكون في توزيع متساوي للحرارة في كل أجزاء العنبر يبقى أنا دلوقتي قبل ما استلم الكاتكوت بـ 24 ساعة هدفي عنبري وهبدأ أزبط حرارتي على 30 لكن بزود رطوبة في الناحية الثانية من العنبر بعرض العنبر كله المية على طول بتتراش فكده إحساس الطائر إحساس الكاتكوت بالحرارة اللي هي 30 بيزيد بيوصل أكنها 33 بكده أقدر أوفر على الأقل 15 يوم بالطريقة دي أن أنا يعني ما كلفش نفسي التكلفة اللي أنت متخيلة هي دي المساحة اللي أنت تقدر توفر فيها من غير ما تضمر الرئة بتاعت الكاتكوت أو من غير ما تكتم على كاتكيد إن شاء الله الحلقة الجاية هنتكلم عن الحد الأدنى في التهوية في ناس كده مصممة برضو أنها هتكتم على الفراخ أو تأفل التهوية ما هو الحد الأدنى اللي أنا يعني ما أقدرش هنزل عنه في عملية التهوية أحسب إزاي كمية الهواء أو إزاي أحسب التهوية في فصل الشتاء الحد الأدنى علشان برضو ما يوباش اسمي مكتم على الفراخ ده هيكون موضوع حلقتنا إن شاء الله الأسبوع الجاي وإلى أن ألقاكم يارب أشوفكم دايما في خير وأحسن حال كان معكم دكتور سامح عسل والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة